مشغلنيش قوي على قد اللي بيشغلني بالتقدم الطوعي للعلاج وهو ده بالنسبة للرقم الاهم 17000 اللجوم قالوا احنا عايزين نتعالج واحنا مش عايزين نتفصل كلهم تجاوبوا مع العلاج ولا فيهم ناس تجاوبوا طبعا الحقيقة برضو كمان كان يعني فلسفة القيادة السياسية في اعداد هذا القانون ان احنا لازم ندي 6 شهور فترة قبل ما نطبق الفصل علشان الناس تلحق عايزة توفق اوضعها وتتقدم للعلاج انت بقى النهاردة مش عايز تتعالج خلاص انا مش هقبل اللي انت تكمل لان موظف جهاز الاداري للدولة ليه مقاومات يجب ان يلتزم به ولا يمكن ان الدولة تقوم والموظف يتعاطى مواد مخدرة في مكان خدمي او مرفق حية او اي مرفق في جهاز الاداري للدولة كمان سوئين للمدارس على فكرة عملنا ملف سيئة الرقم كان صادق في 2017 كان في حدثة في البحيرة على الطريق على الطريق وعصف اتباحيات 22 طالب حيث حصل تكليف من الحكومة ان صندوق مكافحة وعلاج الادمان ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية يعني له حملات مستمرة الحملات دي احنا كل سنة بنكشف على 16 الف سواء اوتوبيس مدرسة كل سنة كل سنة لما كشفنا في 2017 كانت النسبة كامة 12% 12% من المسؤولين عند ارواح اولادنا كانوا بيتعاطوا مواد مخدرة في 2017 دلوقتي النسبة كامة 6 من 10% 6 من 10% السر هنا يا سيد احمد في فكرة الاستمرارية ده فيه انجاز الاستمرارية هي الحق الانجاز لان النهاردة الحكومة مش بتشتغل على هذا الملف منظام الفلاش احنا مش بنطف حريقة ونمشي لا احنا مستمرين في هذا العمل بمنهجية وبقواعد بيانات محكمة ويعني باقتار مؤسسي بتتعاون في كل الجاتب ولادنا في ايد امينا دلوقتي بس مازال الـ 18% مش مقبول مش مقبول هذا الرقم مازال مش مورد لو واحد بس سواء اوتوبيس مدرسة ده ممكن يعمل لنا مصيبة لو بيتعطى مواد مخدرة طبعا الرضع احنا دلوقتي لا نتجه ابدا لانصاف الحلول احنا دلوقتي عندنا حلول الرمضية مش مقبولة ابدا بس هو اوتوبيس المدرسة اللي منلاقيه جايبي تحاول نيابة عامة وبيتفصل عن مدرسته لان في امور الدولة لن تتهاون فيها ابدا في الفترة الحالية ده بيروح نيابة بيروح نيابة عامة عامة وبيتفصل عن مدرسته قضية طبعا قضية طبعا ويعني زي يقول حضرتك في امور احنا مش حابق فيها تهاون على الاطلاق في الفترة الحالية لانها بتمسى ارواح ابناء انا او ارواح المواطنين بشكل لما بتروحوا مفاجئ بتروحوا يعني تستهدفوا حتة معينة بالزبط بتعملوا ايه هي بتبقى اللجنة احنا بنكون حطين خطة مع وزارة الصحة ومع مصلحة طب الشرعي بتنزل لجنة من التلجهات واحنا كنا يعني مصاممين ان التلجهات مع بعض علشان طبعا يبقى بنطمئن ان فيه شفافية فيه النتائج بشكل كبير وفي نفس الوقت بيبقى معانا مصلحة الطب الشرعي ليه لان لو الموظف عايز يتظلم لقينا موظف ايجابي والوالله جماعا عايزها تظلم طبعا عندك مصلحة الطب الشرعي وهي تابعة لوزارة العدل وهي غير منفزة للحملات علشان نضمن الحيدة والموضوعية هلستقدم من خلال مصلحة الطب الشرعي بالتظلم خصوصا ان احنا بنتكلم على فصل فاذا بمحتاجين ان احنا يعني يطمئن قلبنا قبل ما ناخد هذا الاجراء وبنعمل اكتر من تحليل فيه تحليل استدلالي وبعد لو لقينا ان فيه اشتباه في التعاطي بنحوله لمعامل المركزية او لمعامل مصلحة الطب الشرعي او معامل صندوق مكافحة وعلاج الاتمان بنبدأ فيه اعادة تحليل العينة مرة اخرى وكمان المعامل المستشفات الجامعية علشان نتأكد بشكل قطعي ويقيني من ثبوت التعاطي واتخاذ الاجراءات القانونية جهاز الاداري الاكتر السيدات والرجال عموما مشكلة المخدرات هي مشكلة يعني اكتر في الرجال بشكل جديد ولكن احنا عندنا برضو كمان فيه نسبة من التعاطي ما بين السيدات انا ما بتكلمش بقى كمان عن الجهاز الاداري انا بتكلم بشكل معامل احنا تقريبا 6% من اللي بيتقدم للعلاج من الاناس وهنا طبعا بيتبقى تداعيات يعني ادمان السيدات احنا عادة بداية التعاطي في الرجال او الاناس بتبقى في الفئة العمرية من 15 ل25 بداية التعاطي بداية التقدم بقى للعلاج بيبقى من 25 ل35 سنة معظم اللي بتقدم للعلاج بيكون في هذه المرحلة السيدنية لكن 6% تقول لنا برضو كمان ان مشكلة المخدرات مش مشكلة ذكرية زي ما احنا فاهمين فيه ناس بتقولك لا والله اصل المنات بعيدة عن مشكلة المخدرات لا 6% وكلام حالك 6% من كم انا جالي السنة اللي فاتت 172 الف متردد ف6% ده رقم مش قليل ابدا على مشكلة تتعلق بتعاطي وادمان السيدات 176 الف على الصندوق ترددوا عليكم ترددوا علينا احنا دلوقتي يعني خلينا اقول حضرتك ان حصل طبعا منهم 6% 6% سيدات طبعا احنا قبل كده كان عندنا فقط 12 مركز علاجي فما كناش نقدر نستوعب الحالات دي ابدا وكانت الخدمة بس بصبع محافظات فكان المريض بيتكبد السفر علشان يقدر ان هو يتعالج من الادمان دلوقتي